اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقرر ربيعية درجة حرارة كانت أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام كانت مناسبة للخروج وأيضا لممارسة النشاطات الخارجية خلال أيام القليلة القادمة توقع أن تستمر هذه الظروف الجوية يستمر الطقس الربيعي تستمر الأجواء المناسبة للخروج المحاول الرئيسية التي ستستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار الأجواء الربيعية وطقس مستقر وطقس مناسب للنشاطات الخارجية خلال عطلات نهاية الأسبوع سؤال أقمى صنع المنطقة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثار بعض الغيوم منخفضة التي انتشرت في أقصى شمال المملكة خلال ساعة الصباح الباكر سرعا ما ترشت هذه الغيوم يسود طقس صافي في عموم مناطق المملكة وعموم منطقة بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية نستعرض الآن مهيئكم درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة من يوم الخميس وحتى يوم السبت يوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية للدرجات الحرارة أعلى من المعتاد تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الجمعة تنخفض قليلا درجات الحرارة وعنده تعرض المملكة لتيارات غربية قادمة من البحر الأبيض المتوسطة تعمل على خفص قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام هذه الرياح الذات ترجحل الحرارة الأقل من المعتاد أو الأقل من ما سجلناه خلال أيام القادمة ويывает وقع أن تستمر يوم السبت أيضا مع استمرارة تقص الربيعي خلال ساعة النهار ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام التوقعات الجوية للعاصمة عاما خلال هذه الليلة يسود تقصى في 9 درجات مئوية المنموسة ثمانية رطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة أسرع تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في من العاصمة عاما خلال الثلاث أيام القادمة يوم الجمعة 19 إلى 6 يوم السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة 17 إلى 8 لكن يوم الأحد تقصى فيما ارتفاع واضح على درجات الحرارة 19 إلى 8 درجات مئوية بهذا نشرقنا للقاء اشتركوا في القناة